أهم كتاب عند الطوسي في الحديث هو تهذيب الأحكام وأحدثتكم عن الخيانة في هذا الكتاب وأهم كتاب عنده في الفقه الاستدلالي المبسوط المبسوط في فقه الإمامية هذا هو الجزء الأول طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس ماذا نقرأ في المقدمة في مقدمة كتاب المبسوط هكذا يقول الطوسي صفحة 14 وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على أي شيء يشتمل على طريقة المخالفين في تفريع المسائل هو قال هذا في المقدمة أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية لماذا؟ لأن أصحاب الأئمة يرون حديثهم فقط من دون قذارات منهج الشافعي وأمثاله فلأنهم يستهزئون بفقه العترة والطوسي هذا غارق في الأجواء الشافعية إلى أم رأسه لذا فهو كما يقول متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك على المنهج الشافعي على المنهج الناصبي وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه لحظوا هذه التعابير هو متشوق النفس تتوق نفسه إليه ما هذه الحرارة باتجاه المنهج الناصبي ما في الجنان كما يقول سيد الأوصياء يظهر على فلتات اللسان وهذه فلتات لسان ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان وكنت على قديم الوقت وحديثه على طول الخط متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك على المنهج الشافعي تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه فإن الشيعة يريدون منهج أئمتهم إلا يريدون منهج الشافعي دققوا معي في هذه الكلمات هذه كلمات طوسي ما هي كلماتي وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك على المنهج الناصبي تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به بالمنهج الناصبي لماذا؟ لأنهم ألفوا الأخبار ألفوا الأخبار اعتادوا وتذوقوا رواية الحديث فلا يريدون منهج المخالفين هو يقول وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به بمنهج المخالفين بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر في الرسالة إلى الشيخ المفيد يخاطب أكثر مراجع الشيعة والطوسي منهم الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة والطوسي التحق بالشيخ المفيد سنة أربعمية وثمانية سنة أربعمية وثمانية التحق الطوسي بالمفيد الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وثمانية والخطاب إلى مراجع الشيعة إلى علماء الشيعة إلى زعماء الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف الصالح كان متمسكا بالأخبار والأحاديث كان مفتعدا عن منهج النواصب وقذاراتهم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بالضبط وهذا الذي يفعله الطوسي هنا أقرأ عليكم الكلام مرة أخرى دققوا حتى تعرف أين أنتم هذه أصولنا أصول ديننا هؤلاء هم الذين أسسوا الفساد في ديننا هذا شيخ الطائفة وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك نفسه تتشوق إلى منهج المخالفين بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر مذجنحة هذا التعبير دقيق جدا جنحة يعود بنا إلى الجوانح الجوانح ما هي الجوانح القلب الفؤاد الضمير العواطف الوجدان هذه هي الجوانح الإنسان جوارح وجوانح الجانب الجسدي المادي يقال له جوارح والجانب العاطفي الوجداني القلبي يقال له جوانح مذجنحة مالت قلوبكم بالضبط مثل ما يقول الطوسي هنا وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على المنهج الذي كان السلف الصالح شاسعا عنه وهذا أخذنا إليه هذا الأخبر إنه شيخ الطائفة الأثول وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبتي هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ فألفاظ الروايات صريحة هذا اللف والدوران أسلوب النواصب هذه الرسائل العملية كتبت بأسلوب النواصب وهذا الذي يريده مراجح النجا فالطوسي ألف رسالته العملية النهاية بطريقة مشابهة لما كتبه الشافعي ولم يكتب رسالته العملية وفقا لطريقة أستاذه المفيد الذي كتبها بصريح ألفاظ الروايات جمع الروايات والأحاديث الشيخ المفيد في رسالته المقنعة لأنهم ألف الأخبار الأحاديث وما رووه من صريح الألفاء وإنت شنو ضارك أبو دودة أبو دودة شنو ضارك أنت منعو الوالدين شنو ضارك أنت لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ هو يقول متأذي متأذي هذا متأذي مدود شيخ طائفة حتى أن مسألة لو غير لفظها لماذا تغير ألفاظ المعصومين ولكن إزمان شنو أنت وانت ليس متأذي حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم الذي هو لفظ المعصوم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها انت دماغ سز تصور الأمور هالشكل طائع العظ على هالدق وبهذه الطريقة دمرنا الطوسي ومن بعده من هؤلاء السفلة من مراجع النجف وكربلاء هذا هو الطوسي هذا هو كلامه هذا ما هو كلامه هذا كلام الطوسي هذه مقدمة كتابه هذا 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 هو منهج الاستنباط للفتاوى في حوزة النجف وإلى يومكم هذا إنه المنهج الشافعي الصرف ترجمة نانسي قنقر